يتجدد الحديث عن الناقلة صافر ومعه تتجدد المخاوف من تبعات الانفجار الوشيك في حال استمر تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تزال الأمم المتحدة تمسك بشعرة معاوية مع الحوثيين رغم العراقي للمستمرة التي حالت دون وصول الفريق الفني الأممي لمعاينة السفينة الميناء آخر المستجدات ما صرح به نائب المتحدة باسم الأمين العام فرحان حق بخصوص إجراء مناقشات وصفها بالبناءة مع الحوثيين في صنعاء بخصوص السفينة صافر وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى حل جميع القضايا العالقة قبل أن تتمكن من تخصيص أموال إضافية من المانحين لتأجير السفن والمضي قدما في المهمة الفنية لإصلاح الناقلة التي وصفتها تقارير دولية بالقنبلة العائمة بوزن لا يقل عن 410 آلاف طن يتعاطى الحوثيون مع قضية صافر وكأنها ملكية خاصة حتى أنهم لا يبالون بتبعات الكارثة مهما كانت خطورتها ويفصحون عن ذلك دون مواربة تنفذر وتشب الكارثة على الكورة الأرضية ومحيط الكورة الأرضية لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تأتي الأنم المتحدة المندوب السابق للولايات المتحدة الأمريكية كيليكرافت وفي جلسة سابقة كانت قد اتهمت الحوثيين باستخدام الناقلة ورقة للمساومة ولزيادة النفوذ السياسي أما ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة فقد قال في فبراير الماضي أن طلبات إضافية من الحوثيين تسببت في تأخر جديد لفريق خبراء تقييم صيانة السفينة النفطية بعد أن كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في يناير الماضي عن موافقة ميليشيا الحوثي على وصول فريق الخبراء إلى اليمن مطلع مارس المنصرم مراقبون استغربوا ما وصفوه بالتدليل الأممي للحوثيين رغم مؤشرات الخطورة التي بدت منذ شهور بتسرب المياه إلى داخل غرف محركات السفينة وظهور بقع حول السفينة في الاتجاه المقابل لا يبدو دور الحكومة الشرعية أكثر من مسألة رفع التقارير ولفت الانتباه إلى الخطر الذي قد يلحق بأكثر من مليون ونصف من سكان الساحل اليمن ناهيك عن الآثار التي ستتجاوز اليمن إلى ست دول أخرى ترجمة نانسي قنقر